اشتركوا في القناة السوداني الشقيق في مختلف المحن والازمات اقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية الى مطار بورسودان محملتان باطنان من الشحنات الطبية المقدمة كاهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وفي سياق متصل تم صفر عدد من اعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية بورسودان اشتركوا في القناة المساعدات دي جاية ومعها مجموعة من كبار المسؤولين المصريين لإصار أو توجيه رسالة سياسية للمجتمع الدولي كله باهمية التضامن مع السودان في هذه مرحلة ضخيخة والحرجة اللي زي ما قلت ان شاء الله يمر منها مصر لن تألو جهدا في سرعة انهاء الأزمة الحالية في السودان وايضا لن تألو جهدا في عودة الحياة لطبيعتها لإخواننا السودان وبنقول لهم ان شاء الله السودان زي ما عودنا دايما يعدي أو يمر من هذه الفترة الصعبة بجهود أبناءه وبتماسكهم وتضامنهم نتقدم بكل سوى الشكر لكل الشكر وعيات الشكر والإرفال للرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاكل اللي منشوذات من المغدرة وهذا يندلنا عبدون هنا على خصوصية العلاقة بين سودان ومصر التي يظهر في جزور التاريخ العميق يمكننا مواقب جمهورية مصر العربية لا تعدل تحصى تجاه شعب سودان في كل الملمات والكوارس التي تحضر خلال سنوات الماضية نحن من هذا ندلع عنه قوة العلاقة وخصوصيتها بين مصر والسودان نحن برضو للمرة الثانية نشاكله للسيد الرئيس جمهورية مصر العربية على رعايته هذا المجهود ونظمن أن المسائل تدور تعود العلاقة بينها كما كانت والمور تسير بينها كما كانت إن شاء الله يأتي ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم اشتركوا في القناة